تعادل مخائب للأمال للأهل مع الجونة في ختم المرحلة الأولى للدور العام قبل انطلاق الأجندة الدولية لمنتخبنا الوضعين يمكن في الفترة الأخيرة يمكن الأهل يخرج من نصف نهائي لدور السوبر الإفريقي أمام سانداونز ولعب ثلاث مباريات في الدور العام كسب مباراة كسب أيضا مباراة سيراميكا وتعادل مع الجونة حلقة النهاردة من مراقب في كتفك أهلي مع زميلة وصديقي كريم سعيدة هكيدة نتكلم على تفاصيل مهمة جدا تفاصيل فنية تفاصيل خبرية كواليس مهمة بالتأكيد في حلقة النهاردة من كتفك أهلي في برنامج عبر جي إل سي ويلا كورا كريم مساء الفل عليك مساء الفل محمد ومساء الخير لكل متابعي برنامج في كتفك أهلي وأكيد تعادل ندل أهلي قدام الجونة متفق جدا جدا معاك أنهم خيب الأمال وهو استمرار للأداء المش كويس اللي ظهر الفريق كمان عليه في مارس رميكي لوباتر طبعا هدف أفشة في الدقيقة 92 هو أنقذ الماقذ كنت ممكن تشوف يعني بعيدة عن النتيجة الأداء وشكل وسيناريو المطشين متقرب متقرب للغاية حتى حتى نادي الأهلي فشل في استغلال النقص العادي اللي تعرض له نادي الجونة رغم يعني في سيراميكا الهدف برضو بصراحة ما كانش استغلال للنقص العادي اللي تعرض له سيراميكا برضو لكن الفكرة أن النادي الأهلي واضح أن في مشكلة في عملية بنى الهجمات في عملية حتى خلق ثغارات في الدفاع المنفسين على شاكلة السنة الدفاعات الأطلاق المسلم الماضي النادي الأهلي كان بيصنع فجوات واضحة وثغارات واضحة في دفاعات الخصوم بسبب سرعة الأداء وبسبب التمريج كتير حاجات هنتكلم عليها أكيد النهاردة وإحنا بنحلل ليه؟ الناس مش راضية عن الأداء منذ بداية هذا الموسم مش بس من آخر مباراتين هسألك عموما إيه اللي اختلف في كولر السنة دي عن السنة اللي فاتت؟ رغم أن بداية السنة اللي فاتت كانت فيها نتاج متزبزبة بس هي الأداء كان أفضل كتير من السنة دي وكان السنة اللي فاتت أول مسئولية أول تولي المسئولية صحيح السنة دي مفروض راجع عنده خبرات أكتر أكيد مفروض أن السنة التامة لو أنت مدير فني فهم اللعبة بشكل أكبر السنة دي أنا شايف فيه تغييرات كتيرة يعني أنت السنة دي محمد غاية دلوقتي تشكيلي النادي الأهلي مستابت لك أن تتخيل مثلا مبارات الجونة النادي الأهلي غير الاثنين صنائية الخط الوسط بعيدا عن الاثنين أول مرة أشوف نبيل كوكا ونيدفيد بلعب مع بعض في الملعب تحمل مسئولية دي مغامرة أول مرة أعملها واتنين برضو خلي بالك ربما أكيد كريم نيدفيد أكبر من نبيل كوكا ويفترض أنه عنده خبرات أكبر لكن كريم نيدفيد عنده تحيس كان فيه أزمة نفسية حتى تحيس أنه في التدخلات السنقية ما كانش بيحاولي خاطر ناتك حد جبير جنبه يسنده أه هو مش قدري خاطر فهو أمان هو خاف من الإصابة الولد كل يعني ما بيلعب بيتصاب فأكيد ده شعور إنساني طبيعي برضو غيرت فيه مركز الباك الشمال لعبت آخر مباراتين به كريم بيس وكتشاف ما مشي كويس ماشي كويس مقبول جدا ما عندهش أخطاء وماشي مشي وعنده كروسات بالمليمتر يعني حلوة جدا والسورف عنده ممتاز النهاردة انت بتلعب خلاف فتاح مكانه وفي مركز غير مركز خالد فربما خالد برضو النهاردة ما كانش بيلعب باليحاية كبيرة فهي السؤال هنا هل الفريق يتحمل هذا الكم من التعديلات والمغامرات في ماتش واحد وانت عافش السناكة ماشي معك كويس تقدم بهدف كويس بس بعد كده يعني خطأ يعني ما بيتكرراش كيه محمد هنا بصراحة بس خطأ ودراب الجزاء طبعا تجون ودراب الجزاء صحيحة فماشي تقزم بالنسبالك انت جيت في شوت تاني حاولت ان انت تعيد التقدم بس الدنيا مش ماشي هيا في هنا مقطة كريمة هسالك عليها انت شاف الدينة مش ماشي وشاف التشكيلة بادي مش كويس ليه في بداية الشوت التاني ما تعملش تغيير وهو بقى هنا هو عنده مبايدة ما بيغير كريمنا في حياتة دي رحمد كدير كولر ما بيغيرش بعد ياس الدين لا اسلوبه هي كولر ما بص خاني اتكلم بصراحة كل مندير فاني هو حر زي المخرج في السن ما كده هو حر كل بقى حر خاني اتكلم بصراحة وكولر فيها احمر من القليل مش كولر كموديل فاني وموديل فاني كبير طبعا موضوع منتهي احنا بنشوف دلوقتي بس طريقة تفكير للمباريات في بداية الموسم ده ان الدنيا مش ماشية في افضل شيء انت النهاردة مفيش تثبيت للتشكيل وبتلاقوه في اماكن ايه حاسسة جدا عاف خلي بالك ساعات اقولك ايه اوكي انا ممكن اعمل روتيشن بس بعمل روتيشن ده مثلا يعني في الجناح الهجومي في المهاجم الصريح في اربع مراكز ما بقربش منه يهما اتنين الارتكاز والاتنين حتى ممكن اغيرها في المساك خلي بالك واحد من الاتنين لكن ما غيرش عم الاربع مراكز دول يا محمد اربع مراكز حاسسين جدا الاتنين الارتكاز والاتنين ليه لان الاربع مراكز دول لو انت خدت بالك هما العمود الفائل بتوعك هجوميا وادفاعيا لو انت غيرت فيهم وحصلت فيهم اي خلل او اي نطس البية ضدك انت بتفع التمن وضعهم في الاعتبار برضو لازم لازم يبدو الفني هنا يحط حساب ان السيناريوهات المباراة ما تجيش على مزاكك مش كل مرة اه مثلا في سيناريو ممكن يمشي على هواك كرة سابتة تيجي هدف الدفاع اللي قدامك ساعات لكن في ساعات السيناريو بيقف هو السؤال هنا هتعمل ايه لما السيناريو يقف وحتى تاني والله بكل امانة مودست يعني بيحاول هو يعمل شيء ويجاب هدف النهاردة بس كل امانة الدنيا بعيدة الدنيا بعيدة ايه كتقييم كرة يعني كتقييم كرة وحنا نقيم كرة وبنقيم تحركات وبنقيم تمريرات وبنقيم استغلال فرص داخل مدار الجزاء في كرة مستحيل تتعمل كده يعني اه وحتى الهدف بكل امانة اه التوقيفة كويسة كل شيء لكن التزديدة فيها حاجة فيها حاجة مش مزبوطة التزديدة الكويرة ففهمين انا بقوله التزديدة بتاع في الهدف مش تمام في حاجة غلط فانت بتستحملش كل ده انت عايز تخطاه عشان تحقق المكسب الموضوع صعب بصراحية طيب بطش الجونة النهاردة كموك الاهل يكسبو اه طبعا ممكن تكسب حتى ايفين قبل حالة الطرد لان انت ناجل جونة والكابتن على عبدالعال خلاص تراجع في شوت تاني هون كان بيبحث فعلا عن النقطة ومش عايز يغامر انت حاسين الطرد فرق ولا اي حاجة خلاص انت حسيت في شوت تاني في اي فرق في الملعب بس ايك مجونة في الملعب نفس او حتى الاهلي قبل الطرد وبعد الطرد انت مش مستغلي الناس العادي بصرا معنا عشان انا بوضحين مع بعض كورت القدم حتى لو انت بتلاعب فريق حداشر واحداشر الفريق السريع هو اللي بيلعب بتاكتك يشبه تاكتك كورت اليد اللي هو ايه ببساطك وبتلاعب مع الفريق بيلعب زون ديفينتس زون ديفينتس ده ما بيتكساش ده وعق الف به كورة مش كمية هو هو ايه طريقة واحدة انك تخلخم الدفاع ده مليميلي الشمال تقعد تمرر وتطول في زمن تحضير الهاجمة عشان تخلق صغرة وتتحرك بدون كورة موضوع منتهي سهل بس ايه صعبته حاجة واحدة اللي واقع بدا ناين ايه صرعة جدا موضوع صعب انه موضوع صعب جدا انت عايز مليميلي الشمال تق 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 تتحرك بدونك لغاية زي كورت اليد اللي يحبوا كورت اليد اللي بيحصل اللي بتعمل كده على طول في صغرة بتتكشف او ما الصغرة بتتكشف بتروح انت دخل منا بس قالت به طيب لما الفليق مفروض يفترض اضطرب منه لعيب فبيسهلك انت ان الصغرى تطلع اسرع لان بدأ ان هو النهاردة بيدافع بتسعة قدام عشرة وطبيع اللي بيهاجم قدام فليق منقوص العدد بيطلع المدافعين شوفنا رامل ربيعة وياسي ابراهيم طلعين قدام بس طلعين انا انسف يعني طلوع سلبي ما فيش اي ما فيش اي استفادة منهم لان كله بيتحرك مستبات كله مستني انا واقف بمرد لمحمد بس محمد بيستلم الكرة مستبات مش بيستلمها من الحركة فبالتالي دفاع الجنة واقف مرتاح ليهو هامل حاجة واحدة اما محمد هيستلم الكرة هضط عليه وغلطه لكن لو محمد بيستلم من الحركة مدافع الجنة مضطر انه يتحرك معك فبالتالي انت ممكن تتحرك وممكن تخلق فرصة وممكن تعمل سكرينج لزميل اللي الجاي من وراك وبالتالي النادي الجولر انا عايز حاجة واحد بس يوصل لها انه يجبر النادي الاهل يلعب الكراط الطريقة والعرضين خلص سهل هتعمل معها وبدأ يمشي حاله كولر في دوري الافريقي في مباراة الدوري في السوبر في المراحل اللي مر عليه هل تشعر ان هو استفاد من اي خطأ تعرج ليه قبل كده؟ لغاية دلوقتي طول ما انت بتغير كتير انت مش قاعدة تحسبه انه هو بيغير كتير لو تخلي باك السهل اللي فاتت واحدة من اهم نجاحات كولر او اسباب نجاح كولر في الخماسية اللي حققها انه جيه فترة انا افكر بعد ماتش سانداونس بعد الخماسية اللي في بريتوريا ثبت التشكيل ولعب بسيستم واحد مجارب بس تغييراته كانت بسبب الاصابة او بسبب ان هو في حد مش جاهز فنين او مرهق بس يعني معنى كلامك انه ممكن بعد التوقف اللي جاي بتاع اجندة تصفيات كاس العالم كولر يظهر بشكل مختلف عن الموسم الحالي عن بداية الموسم اعتقد وحاجة تانية برضه مش كل حاجة على كولر كل امان يعني مش عايزين شاري الكولر يعني بنتكلم عنه ايه مية في المية لا طبعا انا عايز عايز تخطى عناصر تانية اه طبعا لا طبعا الشغف اللي عند اللعيب عند الخليب برضه نكون واضحين لو نفتكر مانويل جوزي في بعد ما النادر اهلي حقق معاه كازا خمسيين خمسيين واربعات قدام بطلع يقول لي بعد اي بطولة بيحققها يقول واحدة من اهم النقط اللي احب نشتغل عليها بعيدة عن الفنيات اعادة الشغف دوافع خلق الدوافع اه من اللعب نفسه يا محمد بعد ما بيكسب بطولة يجي تسأله خلاص انا انت بتعايز مني ايه انا خد دولة في الافريق فانت تقول له ايه لا الجمهور عايز تاني يقول لك الجمهور بيحسبها من حزبته الموضوع بالنسبة لنا مش مسهل انت عايز تلعب بنفس القوة حديد كبير الجمهور يقول لك لا انا قاسف تلعب محترف بتقبط فلوس ومفوض انت هبنكسب كل حاجة كل واحد يعني كولر واحد اتنين شغف اللعب اه طبعا احنا في ايه اه في اخطاء في اخطاء ببصلاحة برضه يعني اللعبات انا حديدك مثلا وعشان تكسب الجونة مثلا مثلا يا لازم يبقى تلعب بالخطة الخزعبلية الجهنمية لا 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 مش شرط في موباعليات في الدوري في الدوري تكسبها بقى علم اجهود بس تحاول اخليني ذاكي اه يعني ما تجيلي فرص مضايحهش احسم من بدري انا قاسف يعني في التسعينات من الدل اهلي مرة مرة لعب فترة بدون مدير فني وكان بيكسب هو اكبر عشان برضه كان مين المدير الفني سعيد كان سعيد اعتقد كان مين يا ربي كان هولمن النادي الاهلي عنده صفرية للجزائر ومسافتش وماكملش مع الاهلي اعتقد مضايحين في الدوري بالكابتن احمد مهر والنادي الاهلي كسب عادية اللعيبة خلص انا هقدر مش كله طبعا عشان ما واضحين لكن فيه مشكلة انا قدر اشيلها اه فيه مشكلة عندي كل حاجة بس فيه مشكلة انا قدر اشيلها بس ايه فكرة فقية يا محمد الفكرة في حيث ان انا التواقف ده يجب بقى على الجهاز الفني يستغلوا افضل استغلال تيتخب منها طبعا بعض ضعيب الدوليين في المنتخبات المختلفة انت محتاج بقى فعلا الفترة دي فعلا تحسب ان الفترة اللي بعد التواقف كل الضغط ضغط شديد جدا 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 في تعاقب المباريات يبقى عندك مبارات في افتتاح دور الابطال بعد كده هيبقى عندك مونديال الاندية في السعودية بعد كده عندك الدور الابطال وتلعب السوبر وتلعب الدولي ولسه كمان عندك نهاء الكاس القديم في شهر مالس الجاي في تعاقب كبير للمباريات والبطالات اكيد فازم بقى تحط سيستم بتاعك طيب دلوقتي بالتأكيد بعد ختم المرحلة الأولى للدور والاهلي لقى خمس مباريات من ست لقات وفي لقاء مؤجل مع بلدية المحلة الفترة الجاية في اجندة دولية في الفترة من 13 حتى 21 نوفمبر منتخبنا يلعب كريم مباراتين ماتش جيبوتي وماتش سيراليون الأجندة دي منتخبنا ربنا يكرموا ان شاء الله في تأسفات كاس العالم والاهلي ازاي يتعامل من النهل انه هيطلع للأجندة على ماتش ميدياما في دورة البطالة الفريقية يوم 25 نوفمبر وهو اكيد زي ما عدتك محمد المفروض الجهاز فاني يستغل بقى الفترة دي هيبقى عندك في بعض اللاعبين تحت ايدك طبعا لعبة الدوليين في المنتخبات المختلفة هيبقوا بعيدة عنك انت محتاجين انت فقط في الفترة دي تحط البلان اللي انت هتشتغل بيها وانس ان تبدأ تلعب ماتش ميدياما ماتش ميدياما هيبقى ان شاء الله يوم 25 نوفمبر وهيبقى فيه برضو اعتقد بعد ماتش ميدياما فيه ماتش سموحة يبقى يوم 28 نوفمبر وماتش سموحة هيبقى قوي جدا وبرضو يفترض ماتش ميدياما انه هو فريق بصراحة بالنسبة لغاية دولة مجهول ما بنسمعش اسمه كتير فيه السنوات الاخيرة في دولة افريقيا لكن طبعا هتعمل له الف حساب برضو برضو الفترة المجهولة بتبقى خطرة في البداية فانت عندك اجندة مضغوطة فهيب فوجة نظر الشخصية الجهاز الفاني في وقت الحالي يحط البلان مع متابعة اللاعبين الدوليين وان شاء الله يرجعوا له كلهم كاملين بدون الاصابات ويتحاول على قد بداية من ماتش ميدياما تثبت تشكيلك لغاية فوجة نظر تحق جدا تحبك جدا مين لغاية شهر مارس كل مبارياتك اللي جاية مضغوطة اول يناير عشان حتى لان اصل فيك اسمهم ماشي وعندك ويفترض انك هجيب صفاقات اه اي شي دي انا معاك جاد اخر ديسمبر بس في الاخر مش هينفع بداياتا من ماتش ميدياما ان انت تكرر نفس التجربة اللي انت شغال بيها الفترة حالية هيبقى صعب جدا 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 هستخد بالك ميدياما خمسة عشرين نوفمبر ماتش سموح ماتنين ديسمبر هترجع تلعب ماتش في الدوري وهكذا هتلعب يوم تسعة مع بلوزات في القاهرة كتير يعني السفر كتير جدا ورايح جاي فموضي فالموضوع بصراحة بالنسبة للعيبة كمان ممكن يكون في ضغط عصب جديد لو كمان خلي بالك لو اللي قدر لها في اي نتائج سلبية حصلت انت لازم دايما دايما تحط في بالك ان في ساعات الظروف ما بتمشيش على هواك انا ساعات بحيس ان الكولر ما بيعملش حساب للحتة دي اه ممكن اشتغلت حلو قوي عملت كل حاجة صح بس الظروف ما ممشيتش على هواك لازم تعمل حساب لها صح فانا موجهة نظر بداية بقى التقييم الجاد لهذا الموسم بعد الاجندة من بداية من ماتش مديام كريم انا بشكرك شوية النزام عمد ورباني وفى الاهل يا ربنا في المرحلة الجاية شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء